تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات الخدمية بمحافظة المينيا يرافقه عدد من الوزراء كما أكد مدبولي أن الجانب الأكبر من زيارته لمحافظة المينيا لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري التي قاربت على إتمام أعمال المرحلة الأولى لها وتستعد لبدء المرحلة الثانية قريبا للأصول بأهداف هذه المبادرة التنموية إلى عدد أكبر من أهلنا في قرى الريف المصري ولفت مدبولي إلى أن زيارة اليوم ترتكز على مشروعات ذات صلة بقطاعي تطوير المرافق والخدمات الصحية بالنظر إلى أهميتها الكبيرة في الارتقاء بصحة الإنسان وتحسين جودة حياته نحو الأفضل